صراع دبلوماسي جديد تخوضه الحكومة والتحالف ليس مع طرف محلي هذه المرة بل مع فريق الخبراء البارزين الدوليين والإقليميين المعني باليمن أكثر من أسبوعين مر على إصدار فريق الخبراء تقريرهم بشأن جرائم الحرب والذي خلص إلى أن ميليشيا الحوثي والحكومة الشرعية والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية قد استفادوا من غياب المساءلة حول انتهاكات القانون الدولي الإنساني وارتكبوا انتهاكات عديدة الحكومة وفي وقت سابق رفضت ما وصفته تسييس الملف الحقوقي والتجديد لولاية ثانية لفريق الخبراء واتهمت التقرير بالإنحياز وعدم الشفافية لكن في المقابل لم يصدر أي بيان رسمي منها على التقرير الأممي الأخير التحالف أكد رفضه للتقرير وقال المتحدث باسم التحالف ترك المالكي إن فريق الخبراء اعتمدوا على معلومات مضللة قدمت من طرف ثالث مجهول لم يتم التحقق منها مضيفا أن الفريق استند في تقريره على ادعاءات وردت في تقرير بعض المنظمات غير الحكومية التي لم يتم توثيقها أو التأكد من صحتها لكن دبلوماسيين وناشطين حقوقيين قالوا إن عدم اكتراف الحكومة والتحالف كثيرا بالتقرير ورفضهم الحديث عن ارتكاب انتهاكات من قبل التحالف يعد بمثابة دفاع ضمني عن مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان وهو ما يتسبب بزيادة وتضاعف الجرائم انتهاكات عديدة إذن ترتكب بحق المدنيين وتقيب المساءلة والعقاب وضياع لحق الضحايا وتخوفات مجتمعية من استمرار الوضع كما هو عليه هكذا يبدو الملف الحقوقي في اليمن شكرا